من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات من سنة المختار هادي الخلق من قول وثال قاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفايض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يا نعين ونصوه بقلائد الوقفات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا حياكم الله أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برمجكم وقفات حديثنا اليوم بعنوان رسالة إلى مدمن رسالة محب ومشفق رسالة ملؤها النصح والإرشاد ملؤها الحب والإشفاق رسالة من قلب محب لكم وناصح ناصح لهذا الذي اتخذ طريقا معوجا يعود عليه وعلى أهله ومجتمعه بالأضرار والآفات والهلاكات رسالة إلى مدمن اشتغل عن طريق الخير بطريق الشر رسالة للجميع أن يستدرك ما فات وأن ينتبه لما هو آت رسالة إلى كل مدمن سواء كان مدمنا لشرب الخمر أو مدمنا لتعاطي المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية المحرمة التي لا تجوز شرعا رسالة لك أيها المؤدمن فأرجوك استمع إلي وأصغي إلي ولا شك أن من يتابع هذه الحلقة العدد الأكبر منهم قد عفاهم الله سبحانه وتعالى من بلية الإدمان أيضا أطلب منهم أن يتابعوا هذه الحلقة لينظروا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم أن نجاهم من هذه الآفة وأن يتعاونوا مع كل ناصح محب مشفق لإنقاذ هؤلاء المدمنين الذين وقعوا في آفة الإدمان تعاطيا للمخدرات أو شربا للخمر حديثي بعنوان رسالة إلى مدمن الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات كل الطيبات قد أحلها الله تبارك وتعالى وما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا من الخبائث هو بالنسبة للطيبات قليل بل أقل من القليل ونسبة لا تذكر لذا قال ربي تبارك وتعالى مبينا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فبشراكم أيها المفلحون الذين اتبعوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا أمره فتعافوا من آفة الإدمان أولئك هم المفلحون فبشراكم أيها المفلحون الإدمان على الخمر أو المخدرات له خطر بين واضح واسألوا من وقع في ذلك اسألوهم عن حالهم كيف ترد اسألوهم عن حياتهم الاجتماعية إلى أين صارت إن كان طالبا إلى أين أخذه الإدمان في حياته العلمية إن كان يعيش في أسرة هانئة إلى أين أخذه الإدمان في أسرته وأين أخذ أسرته وكم حملهم من الهم والغم والسهر والإفلاس في بعض الأحيان في حياته العملية إلى أين أخذه الإدمان انظروا إلى أعداد كبيرة ليست بالقليلة ممن يقبع الآن في السجون والسبب هذه الآفة آفة الإدمان بل ربما من يتابع هذه الحلقة الآن من الأخوة والأخوات ممن عفاهم الله سبحانه وتعالى من هذه الآفة يذكرون 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 قريبا لهم أخا أو ابنا أو والدا أو عما أو بنتا إلى أين صارت بعد أن وقعت في هذه الحفرة حفرة الإدمان حفرة القاذورات والمستنقعات والآفات والهلكات يكفي أن نعلم ونحن نعدد شيء من أخطار المخدرات وشرب الخمر يكفي أن نعلم بما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر كل شر في هذه الدنيا وكل شر يكون على الإنسان في الآخرة مفتاحه الأول شرب الخمر قليلا كان أو كثيرا المفتاح الأول لباب الشرور هو شرب الخمر هذا ليس كلام خبير في مختبر توصل إلى هذه المعلومة بعد دراسة على عينات من البشر أو أبحاث لا هذا الكلام كلام الوحي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم هذا في الدنيا وحينما تعلم أنه مفتاح كل شر اسمع المآل ما هو المآل في الآخرة يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة مدمن خمر وهذا أخطر مآل ولا هناك أخطر من ذلك أن يحرم الإنسان من دخول الجنة وبالتالي لا بد أن يدخل النار لا يدخل الجنة مدمن خمر لذا حينما قلت في بداية حديثي وفي مقدمته هذه رسالة محب ومشفق لأن بالفعل أنا لك محب ومشفق وناصح لا يدخل الجنة مدمن خمر وكذلك اسمعوا هذا البيان الخطير يقول صلى الله عليه وسلم ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوضة نهر يجري أجلكم الله وأعزكم يجري من الصديد والقيح يشرب منه أهل النار وبالأخص أولئك الذين شربوا الخمر في الدنيا ذاك هو شرابهم هذا المدمن الذي وقع في آفة شرب الخمر ويشرب الخمر المصيب أنه يرى نفسه أنه أفضل من غيره المصيب أنه يضحك على المتدين المصيب أنه يضحك على الذي لا يشرب الخمر مصيب أنه يحتقر ويزدري الإنسان المصلي ولو كانت امرأة وقعت في هذه الآفة المصيب أنها تزدري وتحتقر وتضحك من من أخواتها ممن نجي من هذه الآفة هذه المصيب أنه يشرب الخمر ومدمن عليه ويرى أنه هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأذكى وهو المتحضر وهذا المسكين الذي يذهب إلى المسجد وقد عفى فمه عن هذه الآفة الحرام يراه مسكين درويش لا حول له ولا قوة لا أنت المسكين وأعني بذلك أفوا أعني بذلك هذا الإنسان المدمن متعاطي الخمر وإلا هو في نفسه يعلم أنه هو هو الأحقر تصور هذا شرابه في الآخرة يسقى من نهر الغوطة نهر ملؤه الصديد والقيح والدماء هذا شرابه لأنه استبدل ما أحل الله مما أحله الله سبحانه ورسوله وشرب الحرام وغيرها من الأحاديث سأتحدث عنها بإذن الله تبارك وتعالى في بيان خطر تعاطي وإدمان الخمر والمخدرات فاصل ثم أتواصل معكم فانتورونا حياكم الله أخواني أخواتي من جديد وحديث بعنوان رسالة إلى مدمن قلت قبل قليل أن هذه الرسالة إلى كل مدمن شارب خمر تعاطي مخدرات وتعاطي هذه العقاقير المؤثرة العقلية المحرمة التي لا يجوز تعاطيها إلى كل هؤلاء أوجه هذه الرسالة وضمنا لا شك أن هذه الرسالة موجهة لمن يسهل هذه الآفات للناس أكيد إذا كنا نوجه رسالة إلى متعاطي المخدرات وشارب الخمر ومتعاطي هذه المؤثرات العقلية من العقاقير والحبوب فبطبيعة الحال حديثي هذا أيضا موجه لمن يسهل لهم هذه الآفات الذي يسهل للناس شرب الخمر يبيع أو يكون وسيطا في بيعة أو لا تتم المعاملة إلا بتوقيعه أو يؤجر مبنا يشرب فيه الخمر كأن يكون فندق أو غيره أو يؤجر سيارة تحمل الخمر أو يعمل عاملا يحمل الخمر أو ما نسمع به في هذه الأيام من أمانات قد افتقدت و أمانة قد ضاعت ما نسمعه اليوم هناك من يسهل و يمرر لشبابنا و بناتنا هذه العقاقير المؤثرة و أمانة التي لا تصرف إلا بعد أخذ التصاريح و التراخيص فيعبث من لا إيمان له و لا أمانة يعبث و يزور هذه الشهادات و التصاريح و يصرف مثل هذه الحبوب المؤثرة على عقول الأبناء و البنات كل هؤلاء مخاطبون بهذه الكلمة و مخاطبون بحديث النبي صلى الله عليه و سلم ألم يلعن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر عشرة فإن في هذه الرسالة و في هذا الحديث رسالة أن كل من أعان على نشر الباطل و إشاعة في المجتمع سواء كان هذا الباطل خمر أو مخدرات أو حبوب مخدرة و غيرها فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول عليه الصلاة و السلام أو يقول أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر عشرة عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه و ساقيها و بائعها و آكل ثمنها و المشتري لها و المشترى له و هذا مع كل أسف يشاهد في مجتمعات المسلمين اليوم و هذا أمر دال دال على قرب الساعة و هو شرط من أشراط الساعة كما أخبر نبينا صلى الله عليه و آله و سلم حينما قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم و يثبت الجهل و يشرب الخمر و يظهر الزنا و لا حول ولا قوة إلا بالله أخواني أخواتي حينما تقرأ في كتاب الله تبارك و تعالى تجد الآيات واضحة و كذلك في حديث النبي صلى الله عليه و عليه و سلم تجد النص واضح في تحريم الخمر و المخدرات و كل ما يؤثر على عقل الإنسان و يغيبه مما حرم الله سبحانه و تعالى ماذا قال الله في هذه الآية سبحانه و تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أمر منه سبحانه و تعالى باجتناب هذه الآفة الخطيرة و كذلك يقول سبحانه و أنفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة و أحسنوا إن الله يحب المحسنين و أي شيء أبعد من هذه التهلكة و الأثر المترتب على تعاطي المخدرات و شرب الخمر انظر إلى حال هؤلاء الذين تعاطوا الخمر إلى أي تهلكة و قعوا و وصلوا في أنفسهم و في أهليهم كيف تردت أحوالهم إلا أن يعني يحفظهم الله سبحانه و تعالى و يتوب عليهم ينتبهوا إلى أنفسهم يستدركوا ما هم فيه من الخطأ و الزلل و المعصية كذلك يدخل فيه كل مسكر أني جاء رجل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جيت أسألك عن شراب بأرضنا يتخذ من الذرة يقال له المزر قال عليه الصلاة والسلام أَوَمُسْكِرُونْ هُوَ يعني كأنه يقول دعك من الأسماء دعك من الإسم الإسم لا يغير من الحقيقة شيئا دعك من الإسم أَوَمُسْكِرُونْ هُوَ هذا الشراب يسكر أَوَمُسْكِرُونْ هُوَ قال نعم قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار لا بد أن نتكلم بهذا الأمر لا بد أن يسمع شارب الخضر هذا الكلام يا أخواني يا أخواتي قلت ذلك في أسابيع مضت الموت يتخطف الناس أنا ما وقفت هنا أحدثكم عن الموت لأخوفكم وإن كان هذا مطلوب في بعض الأحيان لكن أنا هنا أتحدث ناصحا تدارك نفسك قبل أن تأخذ انتبه وأحمد الله تبارك وتعالى أنك إلى اليوم إلى اليوم إلى هذه الساعة التي تسمعني فيها احمد الله سبحانه وتعالى أنك لا تزال عندك فرصة أن تتوب عندك فرصة أن تقلع عندك فرصة أن تستدرك ما فاتك وتبني حياة جديدة وتملأ صفحتك بالحسنات والطاعات فالله سبحانه وتعالى كما قلت في الأسبوع الماضي إذا أقبل عبده عليه أقبل على عبده ولا يحول شيء بينك وبين التوبة كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لو كانت معاصيك بحجم هذه الأرض لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة ففرصة والله فرصة لك وفرصة لك ولا تستغربون أنني أقول فرصة لك لأنه قد وقع في هذه الآفة عدد ليس بالقليل من نساء الأمة وبنات الأمة من نسائنا وبناتنا من نساء المجتمع وبنات المجتمع من وقع في هذه الآفة في شرب الخمر تعاطي المخدرات ولا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل فأوصل ثم أتواصل معكم فانتبرونا حياكم الله أخواني أخواتي من جديد وحديث بعنوان رسالة إلى مدمن لماذا يقع البعض في الإدمان لأسباب كثيرة جدا ولا نتحدث عن كل هذه الأسباب إلا عن سبب واحد وهو رفقة السوء صديق السوء اسألوا يا إخواني يا أخواتي كل من وقع في هذه الآفة عن بداياته عن بداياته التي شرب فيها الخمر عن بداياته التي تعاطى فيها المخدرات عن بداياته التي تعاطى فيها الحبوب والعقاقير ستجدون صاحب سوء صاحب سوء زين له هذا الباطل وسماه بغير اسمه هذه الإشكال لأن هذه طريقة إبليس طريقة إبليس تزيين الباطل الباطل قبيح فيزينه يزينه بماذا؟ بتغيير الإسم أما قال للأبوين آدم وحواء عليهم السلام أما قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلغ؟ سمى هذه الشجرة المحرمة عليهم شجرة حرمها الله سبحانه وتعالى على الأبوين وقال لكما أن تخلدا في الجنة قال هل أدلكما على شجرة الخلد؟ ثم أظهر النصح كما قال سبحانه وتعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين صاحب السوء هكذا ينصح صاحبه أن يشرب الخمر وينصح صاحبه نتعاطى المخدرات ويزين له بتغيير الإسم يقول هذا شراب ويعطيه إسم مثل اليوم نحن ما نسمع تغيرت الأسماء يعني على سبيل المثال يعني الآن الناس يستحي الواحد يقول كان يكون باحث مثلا يقدم ورقة في مؤتمر أو شيء ويتكلم عن الزنا ما يقول زنا ولكن يقول علاقة غير شرعية لا باسمه الشرعي قل الخمر محرم ولا تقول المشروبات الكحولية قل خمر مصطلحات شرعية لأن بهذا يتمرر مثل هذه الأسماء صار مشروبات روحية وكأن الروح لا تنشرح ولا تفرح إلا بمشروبها مشروبات روحية قال عليه الصلاة والسلام لا تذهب الليالي والأيام اسمعوا أخواني أخواتي هذا الكلام يقول عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة يقول لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها يسمونها بغير اسمها ويخدع بعض الأبناء مثل هذه الأسماء يقول له اليوم ترى قهوتنا عند فلان اليوم أو الليلة بنت قهوة عند فلان أعوذ بالله من هذه الكهوة ويخدع صاحب السو حينما أقول مصيبة قديما كنا نقول صاحب السو قد يكون ابن الحارة ولد الفريج وانتبه يا ولد من ابن الحارة ولد الفريج تطورت الأمور صار صاحب السو قد يكون في المدرسة فقلنا انتبه يا ابني من أصحابك في المدرسة بعدين اتسعت الدائرة صار صاحب السو ممكن يكون لابنك في أي مكان لا ليس لابنك قد يقع الإنسان الكبير الذي تجاوز الخمسين والستين سنة في آفة التعاطي بعد ستين سنة من عمره قد يكون من أهل المسجد ومن أهل القرآن وعمره تجاوز خمسين سنة وانا أعرف حالات وعرضت عليه في بعض الحالات التي تمر عليه في بعض قضايا الاستشارات الأسرية تجاوز عمره خمس وخمسين سنة وهو من أهل المسجد لكنه خدع من صاحب سوء تعرف عليه عبر مواقع التواصل أبناؤنا قد يتعرفون على صاحب سوء يتقصدهم في هذه الألعاب الإلكترونية التي يلعبون بها تستغرب تمر على واحد من عيالك أو بناتك يتكلم مع إنسان ما يعرفه ويوجهه هذا الصاحب من خلال هذه اللعبة التي يستهدف بها الأبناء لا يأتي إنسان ويقول هذه عقدة المؤامرة عندكم دائما تتحدثون عنها قل مسكين هذا الذي يقول هذا الكلام وين عقدة مؤامرة هذا حقيقة وواقع هناك أفكار في العالم أصحابها يقومون على بثها من خلال هذه التقنية الموجودة لا يبثونها فقط لأبناء المسلمين لا لا يبثونها لأبناء العالم أفكار في غاية الخطورة وأبناء المسلمين من هؤلاء أخواني أخواتي من مخاطر تعاطي أو شرب الخمر وتعاطي المخدرات مساء الأختم بها الأول الصد عن ذكر الله ما يمكن من تعاطى المخدرات وشرب الخمر تجده أبعد الناس عن ذكر الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون تحدث عداوة هؤلاء اذروني على هذا المصطلح شلة الخمر وشلة المخدرات تجد بينهم العداوة وتجدهم أبعد الناس عن الذكر وأبعد الناس عن الصلاة هذه واحدة الثانية من ابتعد عن ذكر الله وعن الصلاة هذا جزما يضعف إيمانه وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام مبينا أن هذا الأمر لا يمكن أن يجتمع الإيمان وشرب الخمر يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر وأيضا شارب الخمر ومتعاطي المخدرات مرؤة تضعف وتقل وربما تنعدم قيل للصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه قيل له هل شربت الخمر في الجاهلية قبل الإسلام هل شربت الخمر في الجاهلية قال أعوذ بالله قالوا ولمذاك قال كنت أصون عرضي وأحفظ مرؤتي لأنه من شرب الخمر كان لعرضه ومرؤته مضيعا ودونكم الواقع انظروا فيه انظروا في الواقع كيف ضيع متعاطي المخدرات مرؤته وعرضه وكيف أدخل الفحش على أهل بيته وكيف قبل على عرضه أيود الناس كذلك قيل للعباسي ابن مردس هل شربت الخمر في الجاهلية قال لا ما أنا بأخذ بأخذ جهلي بيدي فأدخله في جوفي ولا أرضى اسمعوا كلام العقلاء هذا يتكلم عن الجاهلية قال ولا أرضى أن أصبح سيد قومي واحترمته إذا شرب الخمر الله يكفي النشر ترد حاله وسفها في نفسه ويصور في حالة يرثلها ثم يقال له في يوم ثاني الصفحة هذا أنت قال ما أقول هذا أنا الذي كنت أفعل كذا وكذا هذا أنا الذي كنت عاريا في أمشي في الشارع ولا في الفندق ولا في البيت ولا في الفريج قال له نعم يصبح سيد في قومه لكن إذا شرب الخمر تعطى المخدرات يكون من سفهاء القوم ولا حوله يقول ما أقبل على نفسي أن أصبح سيد في قومي ثم أمسي سفيها فيهم الأخوة والأخوات إذا انتقلنا إلى الآخرة لنتأمل كيف يقدم متعاطي المخدرات وشارب الخمر على الله سبحانه وتعالى كيف يلقى شارب الخمر ومتعاطي المخدرات كيف يلقى ربه وأختم بهذا الأمر يقول عليه الصلاة والسلام قال مدمن الخمر كعابد وثن مدمن الخمر كعابد وثن تصوره ويقول عليه الصلاة والسلام شارب الخمر كعابد الوثن وشارب الخمر وشارب الخمر كعابد الله والعزة ولا حول ولا قوة الله تصوروا من شارب الخمر أنها تستقر في جوفه وفي مثانته أربعين ليلة هكذا يقول عليه الصلاة والسلام فلو مات في هذه الأربعين مات ميتة جاهلية الرجل إذا شرب الخمر أو المرأة واستقر الخمر في جوفه أربعين ليلة لا تقبل له صلاة يجب عليه يصلي لا يبد أن يصلي فإذا صلى لا تقبل صلاة أربعين ليلة فإذا مات وفي مثانته من هذا الخمر شيئا مات ميتة جاهلية كم تعرفون ممن مات سكرانا كم كم تعرفون ممن مات متعاطي الخمر أليس هذا محزن أليس هذا مؤلم لهذا يجب أن نتحدث لهذا يجب أن نتكلم لهذا يجب أن ننصح يجب أن نشفق على هؤلاء فهؤلاء أبناؤنا وإخواننا وهم في حفر لابد أن تمتد أيدينا إليهم لننقذهم حتى وإن ردونا وصدونا حتى وإن أبوا لابد أن نرحمهم بالنصح نرحمهم بالشفقة عليهم لا نسخر منهم لا نطردهم لذا أقول لأخي ولي الأمر إذا وقع أحد أبنائك وإن صلى الله سبحانه وتعالى أن يعافيك ويعافي جميع أبناء أنا وأبناء المسلمين إذا وقع أحد الأبناء في هذه الآن فلا تطرده وإنما اقترب منه وانصحه وداوم على نصحه وترفق في نصيحتك له ونوع النصيحة وادعوا الله سبحانه وتعالى بهدايته ادعوا الله بهدايته حتى لو وصل بك الأمر أن تسافر وتتعلق بأستار الكعبة وتقول يا رب اهدي فلان لا تدعوا عليه أرجوكم لا تدعوا على من ضل من أبنائكم فوقع في هذه الآفة والإدمان ادعوا لهم هم الآن وقعوا في هذه المصيبة ووقعوا في هذه الحفرة لا بد أن تمتد إليهم الأيدي لإنقاذهم ونتعاون جميعا في نصحهم وبيان خطر الخمر بيان خطر المخدرات وننصح برفق وبشفقة وبحب وبصدق الحديث هذا الموضوع يطول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم أبنائنا من هذه الآفة آفة الإدمان على الخمر والمخدرات وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدي جميع المسلمين إلى الحق وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق يعين كل من تاب عن هذه الآفة وتاب عن التعاطي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم السدادة والرشاد والتوفيق والنجاح إلى أن ألتقيكم بإذن المولى تبارك وتعالى في حلقة قادمة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات من سنة المختار من قول وثال طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفايض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يا نعين ونصوه بقلائد الوقفات اشتركوا في القناة